وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم بعض المراكز التجارية لديها بطاقات تعطى للعميل وعند الشراء تحسب لك نقاط على حسب مشترياتك ومن ثم تستبدل النقاط بأغراض من عندهم وبالبطاقة هذه تحصل على عروض مخفضة هذه كلها من القمار والميسر ولا تجوز وإذا احتدت سلعة ويشرها من السوق وترك عنك هالخرابيط وهالمسابقات وهالجوائز تركها لأنها ميسر وقمار ويبونك تشري منهم ولا تشري من غيرهم وبيصركون الناس عن المحلات الأخرى فيضرون الناس يضر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقط الركبان نهى أن يبيع الحاضر للبادي من أجل أن تكون المصلحة لأهل السوق حلهم ولا يخلح واحدا عن الثاني أن تجعل جوائز علشان تصرف الناس إليك وتحرم الآخرين ثم هالمال هذا اللي ياخذها الزبون هذا ما يجوز له لأنه ما هو في مقابل شيء مقابل مقابل هذه البطاقة التي يريد بها صرف الناس إلى دكانه إلى محله والضرر بالآخرين لا ضرر ولا ضرر هذا لا يجوز نعم